شكوى المستمرة، واجع في رقبتي، ألم في المفاصل، في ظهري، في الرقبة الأيام دي بنسمحها كتير جداً هل فعلاً سبب التعرض لفترات طويلة للتكييف بشكل مباشر للمراوح ده بيؤثر على الصحة العظام؟ درجة حرارة الجو اللي حوالينا آليها تأثير على الفقرات بتاعة الظهر وعلى فقرات طبعاً الرقبة وعلى العمود الفقري طبعاً لما يكون درجة حرارة دي عبارة عن طيار هوا جاي من تكييف مباشر أو من مروحة جاية مباشرة هيبقى التأثير بتاعة أكبر القوضة كلها لو هي ساعة حيباليها تأثير أو لو الجو اللي احنا فيه هيبقى ساعة حيباليها تأثير بس احنا دلوقتي في الصيف بنستخدم ساعات تكييف كتير دنيا حر عوي ممكن تبقى مش قادر وعايز تقعد تحت المروحة عايز تقعد في وش الفانز بتاعة التكييف علشان خطر تخرج من إحساسك الشديد بالحر ممكن تنام فيه كمان فده هيأثر آه ليه تأثير هي مش خدعة أو ما هياش حاجة تورثناها وخطر لا هي سليمة وسليمة تماماً طيب يا دكتور احنا مش بنبقى عايزين نقعد في وش التكييف احنا عايزين نبقى بنقعد جوة التكييف الوضع عايزين بيبقى سعب جداً والله بالذات لو جايين من بره طبعاً بنقعد ننصح كتير ونقعد نقول يا جماعة استنوا لما جسمكم يا عادل ولكن ده فعلاً ما بيحصلش احنا بنبقى جايين من بره داخلين فوراً في ثواني اللي لحق ياخد دوش لحق اللي ملاحقش يبيقف في ثانيتها قدام التكييف المروحة اللي لم يكن مولع الاتنين في نفس الوقت هي في فرق بس بقى من الحاجتين دي اللي هو دخل وقعد على طول واللي خد دوش ممكن بقى لو كان كمان دوش دافي ولا حاجة وبعدين خرج وهو جسمه سخنة أكتر أيها عشان علشان يعد الده بالتكييف ده هو كده يعني عمل كل الحاجات الخطيرة جدا خطيرة عمل كل حاجة دوس الدنيا كلها عمل كل حاجة طيب العضلات حتتأثر بالطيار الهوى السائع دي لوحدها وهي الطبيعي خالص أن العضلة حتتأثر بأنها رد فعلها للهوى السائع إيه رد فعلها للهوى السائع إنها تنقبض وتنقبض بشدة وانقبض أي عضلة زي الكرامس كده ما هي هتوجعك هتتوجع طب هو ليه العضلة بتنقبض يعني ما هي دي حاجة بتوجع بتحافظ على الحرارة لجواها لأنها شايفة أنه يعني في حاجة بتسقعها فحتفقد الحرارة لجواها فبتنقبض حفاظ العضلة هي حاجة شبيهة جدا هو فعلا العضلة بتنقبض علشان تعصر الأوعية الدموية لجواها علشان توفر دم أحسن لأنها حاسة أنها دخل على انقباض شديد في الأوعية الدموية دي والعضو اللي هي رايحاله أو فيه أو بتغذيه حيبقى عنده قط للبلد أو هيقطع عنه الدم فهي بتعصره علشان توفر له دم أكتر فبالتالي توفر له درجة حرارة أحسن إن درجة حرارة الدم جوا جسمنا بصرف النظر إحنا برا شكلنا إيه هي درجة حرارة سبتة في حدود السبعة وثلاثين فهي عايزة توفر له حاجة تحسن من درجة حرارته علشان اللي جاية له من برا وحش فهي رد فعل مهم لحياتك بس هو نتيجته أنه هيوجعك ده رد فعل العضلة ردود أفعال بقى الأعضاء التانية للحرارة دي حاجة هتلاقي مختلفة